جهاز حنين هذا الجهاز هو جهاز يعني أسس حزب البأث قبل عام 68 يعني قبل استلامه للسلطة وهو جهاز سري معلوماتك الأرشيفية اللي جمعتها من مصادرك شنو هذا الجهاز؟ هذا الجهاز هو صاحب الفكرة والرئيس صدام هو صاحب هذه الفكرة خافكم أن يدعي له أنا أكون شهود أحياء ما زالوا هم فاعلين به أسم راحا بالستينيات من صارت عليهم بالأربعة وستين كذا أسسها منونوية شكلها جهاز حنين أفواً هو أسسها بعلم الحزب لو بدون علم الحزب هو شون يعني هو من غير هو ليش أسسها حتى يقومون بثورة يسموها وانقلاب على عارف فتشكل من ثلاث هيئات هو مهمته أن يقوم بثورة أما يقولون اغتيالات لا ما اغتاله وهم أحد والصراحة سترد لك تشكل من ثلاث هيئات الهيئة الأولى مسؤولها مسؤولها سعدون شاكر ومعه حامد الورد ضابط معروف من عدم بعدين مهمة هذه الهيئة مكافحة التجسس وتعمل مع الاستخبارات العسكرية ومع قصر النهاية بعدين يستمروا وظل فترة حتى بعد الاسباط الهيئة الثانية مسؤولها ناظم قزار ومعه علي رضا ومحمد فاضل مهمتها الأمن الداخلي وتعمل مع مديريئتي الأمن العام ظلت لفترة أما الهيئة الثالثة مسؤولها سمير الشيخلي مهمتها حركات التحرر مقرها بالبصرة أيضا روحوا يجي كان الأستاذ سمير حركات التحرر والخليج وعمان والأحواز هذه مهمة الهيئة الثالثة الهيئتين اللي هنا وحتى الويات التعاون الثالثة اللي ينجون يروحون كانت تتراقب بيوت مسؤولين حتى من يقومون بنقلابهم أو ثورتهم يسيطرون على ذول المعروفين يعني أنت اسمهم كانت عندي نسي نسجلها بالمذكرات المهم مغتالوا أحد ولا قتلى وسان مدفعا عنهم نحن لازم نكتب هذه للتاريخ وللحقيقة والأجيالنا القادمة فقط قتلوا ضابط الأمن القاسي العنيف اسمه عز الدين لافي من أهالي الموصل هذا كان أقسى محقق ضابط أمن يعني شوفهم ألوان العذاب والما يعترف حتى يعتدي عليه يعني تقصد أنه كان قاسي مع البعثيين مع البعثيين تحديدا فقط بلا من هو مستقل بس كره يكون كره للبعثيين بشكل فالرعبه الرعبه مو بس انتهغليا نقام حتى يعتدي عليهم ومن عمال شنيعة عيب ذكرها فقال قرروا اغتياله هي أكو روايتين اللي منو القتل واحدة ما ريد نذكرها واحدة ادعى قيس الجندي أنه هو القتل وزين اشو بالتلاثة وتسعين تقابل صدام هاي السنين ليش مقابله والله يكرهني يسعدون شاكر فما خلاني أجي أقول ما قال منو وظال بعدين من مقابلة صدام منطي أولديز بقيني بتلاثة وتسعين ومبلغ من المال القيس الجندي قيس الجندي فهو هم قتل بعدين مثل ذاك قتلت حردان واحد منهم كريم القيسي يسموه كريم معلاق ذاك شرير يعني يقتلوا 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 بعدين هم قتلوا القتلوا قرايبة يقوم ورا الاحتلال هو عليهم المحسوب هذا كريم عليهم غير البعثين من أفضادهم يعني لا هم اعتمدوا على أشقياء يعني معروفين كذا جبار الكردي قيس الجن غير غير أحدهم يعني بعدين صفوا آخرها كان محي مرهون دزع لي صدام قالوا يعني شتريد طه بيت طه قاعد استشل ما يستشل ما أراد يعني كافي قالهم يعني مرحلة جزحتها ولي قبل قبل محي مرهون صفاهم نظم اقزار صفاهم طبعا لما استلم الأمن العام بعد 68 صفاهم حتى أذكر بالمحاولة مع النظم اقزار أنا شنت بالمدينة بالأمن فما يقال يخلهم مر ونطلع وبالضبط هي وراء مع النظم شمي فجبار كردية أنا ما أعرف كيف نتسامع به شو صيح له قايس قايس قالها ما قلت لكم نظم كزار متآمر قال هذا منه قال هو هذا جبار كردية يمكنه أخوهم مويا عنده فالصفا يعني كانوا يعتمد عليهم الحزب شوف الحزب الشوعي خليل أبو الهوب شقي بس شقي إنساني أولا ما يعتدي ونحسب على الحزب الشوع وصار ياخذ منلق ينطل الفقراء يعني شون أي الصعالي مهذب مغتال أكو هيتش وأكو دولا هم استلموا بالتصوير فهذا هو الجهاز حنين يعني هاته هيتش التشكيل بعدين اندمج بالمخابرات يعني طلعت منها المخابرات تأسس مكتب العلاقات هو مكتب العلاقات اللي تحول إلى وكان منه رئيس المكتب صدام هم دول سعدون سمير ونظم هاي المجموعة موسيقى